اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحتى يأكد له ان الشعب مصدر السلطات لحظات النجاح والفرح سجلتها كاميرات المحبين لطلاب السنوية بفلسطين اللي طاروا من السعادة بعد ما عرفوا نتيجتهم خلونا نشوف تفاصيل هاي الأخبار وتفاعلكون عليها الكاميرا لها رهبة وفيها سحر بيعرفوا اللي يوقفوا قدامها ومو غريب اذا بتتذكروا لما كانا نشوف بالأعراس أيام زمان كيف العالم بتجلس ظهرة بس يجي عليها ضو فلاش الكاميرا فيصيدي بسوريا تكريمي الأول بكاميرا والتاني بلا كاميرا التكريم الأول لأنه في كاميرا حضر محافظ أما شو كهرباء وشو مسرح وشو نضافة وشو أطافة يعني أعدين بالصف الأول ومعبين الكراسي خلونا نشوف الفيديو مع بعض كرمت محافظة اللاذقية 164 من أبناء وبنات الشهداء الناجحين في شهادة التعليم الأساسي في دار الأسد للثقافة والفنون وهو التكريم الثالث للناجحين من أبناء وبنات الشهداء على مستوى المحافظة للعام 2021 في الشهادة الثانوية بكافة فروعها وشهادة التعليم الأساسي هلا بقى صار دور نشوف التكريم اللي بلى كاميرا شو وضعه طبعا التكريم لقتل ميليشي أسد اللي بسموهن شهداء الجيش العربي السوري خلونا نشوف شهداء الجزء شهداء الجزء خلوناются أمرضاء 对 فعالانوية تبقى ليست وسهداء الجزء الأموية تبقى السورة الأموية الأموية الفيديو اللي شفناه صار بجبلة طبعا هذا حمام مقطوع عميته يعني تخيلوا درجة الحرارة فوق الأربعين وما في كهرباء اللي يشغلوا عليها مروحة بس الشبيحة زعلوا على حالهم وبلشوا الندب بالتعليقات تعليق من إيهاب بيقول عن جد الكل يجاوبني بدون زعل اللي بده يزعل لرجلي ليش بحفلة ناصيف وأبو وديع ما طفوا الكهرباء ولما انطفت جابوه غصب عنهم ليش بالشهداء ما في لا كهرباء ولا ما زوت يعني الشهيد حقه فرنك يعني الشهيد ما اعتبرينه صفر على اليسار يعني الشهيد بعيد عن أهله وطلع هامش بدي حدا يجاوبني لحتى أعرف إيدي من رجلي لأنه أنا حاسس الشهداء ماتوا هيك باللوشي ويعالم جاوبوني الشهيد هيك طلع ولا شي ولا شي ولا لأنه أنا أول مرة بشوف هيك تكريم حسيت حالي بسوء الغنم أما ميرفاة قالت والله يملحق على المنظمين يلحق على أسر الشهداء اللي راحوا ليش لا تروحوا تنطروا ساعات مشان كمليرة طالق من عمر بيقول بالله لو فيكن زرة كرامة ما بتروحوا أما لوبانا فكانت عم تقول ما لازم تكون عيلة شهيد راحة تخلي العاملين اللي حفل يشبعوا حالهم بها الكمليرة طارق عم يقول حفل تجريحوا إهانة وهم الشي صورة مبينة ما تبقى عادي سؤال لكل الشبيحة بيرأيكم ليش عم يتعمدوا يزلوكم ويزلوا أهاليكم اتخيلوا أنت هلأ عم بتقاتل تحت راية بشار أسد بعد ما تنقتل يجوا مرتك وولادك على هيك مكان ويوقفوا هاي الوقفة بيرأيكم يا شبيحة مستهلين بيت الأسد أنه تموتوا أنتوا حتى يعملوا هيك حفلات خاصة ويجيبوا عليها مطربين ويسكروا على أساس هنين الصامدين بعد حوالي 18 سن من الانتظار أخيراً رح يرجع المواطن العراقي ياخد سلة غزائية من حكومته هاي السلة تم إقرارها ب 1991 بعد فرض الحصار على العراق لحتى تشمل 10 مواد غزائية بعدين بينزل العدد لمادتين ب2003 ومن هداك الوقت والمواطن العراقي محروم من حصته الغزائية وزارة التجارة العراقية وعدت المواطن أنه رح ترجع السلة الغزائية بمواد رح تشكل مفاجأة للمواطن العراقي وفعلاً تم توزيع السلة للأسبوع الماضي وفعلاً الشعب تفاجأ خلونا نشوف مع بعض السلام عليكم طبعاً هاي الحصة اللي الدولة خبصتنا بيها ويومية التجارة طلعة سوف نفاجئكم بالمواد الغذائية شوف والله طبعاً قبل نص ساعة جبنا الكمية منه بالغذائية فتحنا المعجون طلع هاي شوفت عيونكم وهاي الدولة صار الهير سنة كاملة تطبل عن ناس سوف نفاجئكم وسوف نفاجئكم احنا عائلة تتكون من 11 نفر خاي علاقة ما الفاصولية وشكر يعني المواد كلهم عفنة صديق تشريب يا دولة هاي بلا هاي شوف كله شوف اللعفونه وين صاده واصلة ذاناته فيديو معجون الطماطم أو دبس البندوراً تشار على صفحات العراقيين وصار مصدر لتوسيق مصداقية الحكومة العراقية بنظر المتابعين توفيق كتب بوستو آل يا وزارة التجارة إلى متى تبقون تضحكون على الشعب وليعلمكم ما حد يسكت بعد هاي المفاجئة مالتكم للشعب معجون معفن وقطعتوا كيلو سكر عن مواطن فقير وصعدت الدولار وسعر النفط اليوم 79 دولار ليش مو هذا حرام والله يشوفكن وما بينساكن شارك هذا المنشور خلي وزير التجارة يشوف أما أياد عم يقول يعني نحن العراقيين مشكلتنا بمعجون الطماطم هاي المليارات اللي عم تطلع من العراق وراها دول مو أشخاص متوهم اللي بيعتقد أنه المليارات بيحتوية شخص أو حزب أو كتلة لأ دول تسرق أموال العراق والشعب عم بيعاني من احتلال مبطن تعليق من الرزاق بيقول يبدو أن المشكلة مو بس بمعجون الطماطم أو دبس البنادورة شكاوي العراقيين بالتعليقات كمان شملة الرز تعليق من روز بيقول الرز خايس وغير صالح للاستهلاك البشري تعليق آخر بيقول الرز ما طيب طبخته ما حد أكله وقالوا فيه ريحة وما نطيب وزارة التجارة العراقية صدقت مع المواطنين وعملت مفاجأة للمواطن متل ما وعدته ورغم هالشي المواطن ما عجبه برأيكم كيف ممكن المواطن يرضى نائب أردني أمس تصدر التريند بعد رفضه السماح لرئيس الوزراء بالجلوس على كرسي تحت قبة البرلمان لذكرك أن الشعب مصدر السلطات هاي الجملة قال النائب الأردني عماد العدوان لرئيس الوزراء بشر الخصونة خلونا نشوف الفيديو مع بعض عماد هذا موقع دولة رئيس الوزراء أرجو ترك هذا المكان زميل عماد زميل عماد زميل عماد يا أرجو من الزملاء جلسوا المقاعد أرجو من الزملاء أن كل زميل أن يجلسوا مقاعده الأردنيين داولوا صورة رئيس الوزراء وهو عم يشتكي على النائب اللي أخذ له محله لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات رئيس المجلس أجل افتتاح الجلسة نصاعة لبينما حل مشكلة الكرسي تعليق من محمد بيقول رئيس وزراء مش ماين على كرسي فما بالك بالولاية العامة أما حسام فعم يقول تصرف طفولي من نائب وبيقول لك بدنا ننزل عمر النواب للترشح على عمر 25 سنة يا حبيبي على الحضانة تعليق آخر بيقول احتجاج ديمقراطي من النائب العدوان وتصرفه لا يجرم وشفنا أنماط واحتجاج مثل بدول غربية متحضرة المشكلة كانت بالروح غير الرياضية لرئيس الوزراء بشر الخصونة اللي تصرف بفوقية وانرجسية وكأنه مكانه مش محفوظ في الحكومة إلا بشؤفة كرسي أما براهين فعم يقول بالنسبة إلي ما قام به النائب عماد العدوان اليوم أفضل مشهد سياسي منذ تولي الخصونة منصبه ولو الفائدة الوحيدة لما حصل تعريف رئيس الوزراء حجمه الحقيقي فهي فائدة عظيمة الخصونة من لما استلمه هو بتعامل معنا بفوقية ومعتقد نفسه إله هو اللي دمر البلد وكسره تعليق بن زياد بيقول لم يخطئ عماد العدوان لكن ما حدث كشف مدى القصور في الثقافة الديمقراطية تحديدا بثقافة الاحتجاج الديمقراطي لقد شاهدنا الكثير من هذه المظاهر والطرق في الاحتجاج السلمي مثل الضرب على المقاعد أو رفع اللافتات إلى آخر ذلك من الوسائل السلمية والقانونية في التعبير عن الاحتجاج كرسي المسؤول بالعالم العربي مقدس عند رجالات السياسة البعض بيعتبروه ملكون الشخصي وبيورطوه عن أباؤهم ومشانه ممكن يشرد شعب بحاله برأيكم هاي اللعنة سبب الكرسي ولا المسؤول ولا الصلاحيات المطلقة اللي بيتحسس المسؤول أنه ما حدا بيقدر يحاسبه فيديوهات مليئة بالفرح انتشرت مع علا نتائج اختبارات الثانوية العامة بفلسطين الناجحين نشروا فيديوهات لهم للحظة حصولهم على نتائجهم العالية طبعا خلونا نشوف مع بعض اشتركوا فيديوهات للمشاهدة لحظة ما بتنتسق عشناها معظمنا ولكن هاي اللحظة ما نحكر على الشباب مهل حسيني عمره خمسين سنة نشحت وجابت واحد وتسعين طبعا المرأة بشكل عام ما بتحب تذكر عمره ولكن مهل فخورة بعمره وبإنجازه اتصدرت صفحات الفلسطينيين وتعليقات كثيرة باركت لمهة وللناجحين ياسمين ام عصام علقت وقالت العلم ما له عمر ما شاء الله عليكم يا اهل غزة اما اي ناس فقالت ما شاء الله عليها الف مبروك الله يوفقها طول ما الهدف موجود سهل الوصول اليه حتى لو طول الطريق شوي اما نوح خاطب لمهة وقال اه كويس على الواحد وخمسين نجحتي وعا الستين بتكملي جامعة لا امورك مستوية توصلي ربنا متعلمة وجاهزة لانه اصلا ما في وظيفة الا يوم الايامة انه دراسة بهالعمر على الفاضي وانه بالاصل ما في وظائف هيك اصدق انستلمها سهيلة عوض الفخورة فيها علقت كمان على الخبر وقالت كل ما اشوفك يا امشادي هرح اعلقلك فعلا طالبة مميزة مثابرة وبتستهلي كل الخير طالبتي المتألقة مشاهدين برأيكم العلم مرتبط بارادة التعلم ولا بالعمر وفعلا ما قولت العلم في الصغر كالنقش على الحجر ولا هذا المثل بتم استخدامه ولا تبرير الفشل هاي كانت اخر اخبارنا لليوم وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لا تنسوا تابعونا على أوريانت و أوريانت بلس وتستنونا بحلقة جديدة واخبار جديدة لأسبوع جاء اشتركوا في القناة